مرحبا أعطيكم العافية معكم مهندس عمران أبو مرشد كلية المورد الطبيعية والبيئة الجامعة الهاشمية رح نشرح بهذا الفيديو طريقة إنشاء القاعات الصفية السحابية أو الكلاود كلاسروم وإدارتها من قبل المدرس بالبداية يجب أن نفتح على برنامج الجوجل أو موقع الجوجل كما شايفين أمامكم الآن ونعمل تسجيل دخول بحسابنا الجيميل الرسمي عن طريق زر sign in أو تسجيل الدخول على زاوية الشاشة في موقع جوجل رح نعمل تسجيل دخول الآن بالحساب والآن رح يدخلي على الحساب بعدما تعمل تسجيل دخول تأكد من ظهور إيميلك على زاوية الشاشة في موقع الجوجل وهيكا أنت الآن بتكون داخل بحسابك الجيميل الآن نضغط على المربعات الموجودة في زاوية الشاشة هون اللي بسموها جوجل أبس منكبس عليها كبسة واحدة رح يطلع لك مجموعة من الخيارات منها الترجمة واليوتيوب والدرايف أو الملف الخاص فيك مننزل لتحت شوي منكبس على more رح تلاقي خيار اسمه Classroom أو القاعات الصفية كبسة واحدة عليها رح يفتح لك الآن الجوجل Classroom زي ما أنت شايف أمامك الآن في الشاشة طبعا هاي شاشة Classroom الرئيسية في عندك هون زر لإضافة في حال تقدر تختار عليك كبسة واحدة وتعمل خيار إما Join Class انضمام إلى محاضرة أو Create Class إنشاء محاضرة أكونك كمدرس إذا كان الشخص طالب رح يعمل Join Class مثل ما شرحنا بالفيديو السابق أما المدرس رح يعمل Create Class أو إنشاء قاعة صفية على برنامج Cloud Classroom بنعمل Create Class كبسة واحدة عليها والآن بنعمل هون الصح بنعمل الآن Continue والآن بطلب منك إدخال اسم الكلاس خلنا نسمي اسم الكلاس Test وهون بطلب منك إدخال الsection والSubject والRoom هاي كلها اختيارية لكن الأهم أنك تدخل اسم المحاضرة أنت بدك إياها بالعربي أو بالإنجليزي زي ما أنت بدك بعد ما تدخل الاسم نعمل الآن Create والآن رح ينشئ لي القاعة الصفية بالاسم اللي أدخلته هون مع الsection والSubject والRoom اللي قمت بإدخالهم بشكل اختياري رح يعمل لك الآن المحاضرة ولاحظ هاي الشاشة الرئيسية للمحاضرة اللي اسمناها Test رح نعمل هون نسكر هاي الشاشة الصغيرة وهي لاحظوا الشاشة الرئيسية الموجودة عندي هون لاحظوا أن الشاشة الرئيسية تتكون من ثلاث أقسام القسم الأول Stream القسم الثاني Classwork والقسم الثالث People بالنسبة للستريم فهو الواجهة الرئيسية للمحاضرة أي منشورات أو أي مواد علمية أو أي واجبات تظهر في القائمة الرئيسية أو اللي بسموها Stream الآن بالنسبة لقائمة Classwork فهون تظهر فقط الواجبات اللي انت قمت بتعينها للطلاب أو إنشاءها وإدراجها على البرنامج تظهر بقائمة منفصلة لوحدها باسم Classwork بالنسبة للPeople تظهر فيها اللي هو كل الطلاب المسجلين عندك في الشعب مع تقارير عنهم أو ملاحظات عنهم فتروح على خيار People في حال تستطلع عدد الطلاب الموجودين عندك بأسمائهم وكل سجلهم داخل المحاضرة الموجودة على Cloud Classroom بالنسبة للستريم هنا هاي لاحظ اسم المادي بيطلع لك هون بإمكانك تغير الفوتو الموجودة هون لصورة الخلفية للمحاضرة بإمكانك تختار إما صورة من Select Theme يعني صورة مسبقة موجودة من جوجل زي ما تشايفين الآن أمامكم الصور هاي تختار صورة واحدة منهم وبنعمل الآن Select رح يغير لي هاي الصورة وبإمكانك تعمل Upload Photo اللي هو رفع صورة من جهازك وتختار صورة مخصصة لتكون هي صورة الواجهة الرئيسية للمادة الموجودة عندك بالنسبة للستريم لاحظوا أن هون في عندك Share With Your Class كبسة واحدة هون تكبس عليها بيسمح لك الآن تنشئ منشور جديد للمحاضرة لاحظ أنه بإمكانك تكتب هون المنشور بإمكانك ترفق ملفات وبإمكانك ترفق العديد من الأشياء في المنشور اللي انت حاب تهوت مثلا حاب تنزل موضوع معين أو Presentation معين أو مادة علمية معينة بإمكانك هون تكتب أول إشي إيشي التكست اللي لازم يكون موجود معاها أوكي ولاحظ أن هون تقدر تعمل Attach File تقدر تعمل Upload من Your Computer تعمل Upload لملف معين خلانا نجرب نعمل Upload لPdf Upload أرفقت مثلا مادة معينة PDF, Presentation, أي ملف بدك إياه طبعا size limit غير محدود معك لغاية 15 جيجا بايت حسب Google Drive اللي موجود عندك راح نشرح هالي الخطوة لاحقا فلاحظ أن هون أرفق لي الملف اللي هو موجود عندي هون على شكل PDF بإمكانك ترفق ملف من Google Drive عن طريق هذا الزر اللي هو موجود هون بإمكانك ترفق فيديو من اليوتيوب عن طريق هذا الزر تحط إما اسم الفيديو أو تحط هنا URL أو رابط الفيديو من هون ويرفق لك إياه أيضا مع المنشور وإمكانك أيضا ترفق رابط أو لينك عن طريق هاي الزر الأخير أنك ترفق لينك موجود عندك هنا في المنشور نفسه بعد ما تنتهي من إرفاق جميع المرفقات في المنشور اللي عندك راح تضغط على زر Post الآن ورح ينشره بلحظة الضغط على زر Post أو بإمكانك اختيار خيار الجدول أو Schedule بحيث أنك الجدول المنشور أنه ينزل مثلا بعد فترة معينة أو ينزل باليوم الفلاني أو الساعة الفلانية في حال كنت مش متواجد على البرنامج وحاب ينزل المحاضرة في يوم أو تاريخ معين راح تختار الخيار Schedule ومن هون تحدد الوقت المطلوب نشر المنشور فيه راح ينزل بالوقت اللي انت حددته عندك راح نختار الخيار Post الآن ورح نشوف أنه راح ينزلي المنشور اللي أنا كتبته الآن لحظة التكست ظهر عندي هون ظهر عندي ملف PDF والآن هذا الملف شيرد مع جميع الطلاب المشتركين في هاي المحاضرة طيب الآن بالنسبة لإدارة المحاضرة بالنسبة للتعاون مع الطلاب أنت يجب أنك تعطي Class Code عشان يدخلوا الطلاب على هاي المحاضرة الClass Code موجود كالتالي راح نعمل هون على Setting الموجود هون في أعلى الشاشة كبسة واحدة راح يطلع عندي هون اسم المادة Test بإمكاني أغيره بأي وقت عن طريق زر القلم الموجود هون لاحظ أنه هون أعطاك عندي General Class Code هاي لك الClass Code SI UG 5G طبعا أنت ما بتقدر تغير الClass Code بس بإمكانك تعمل له Refresh إنه يغير كود عشوائي أقصد إنه ما بتقدر تكتب كود مخصص إلك وبالتالي أنت لازم تعطي هذا الكود تزود الطلاب فيه بحيث إنهم يستطيعوا الدخول إلى محاضرتك اللي أنت سميتها Test على سبيل المثال يجب أنك تزود الطلاب بهذا الكود بحيث إنه يستطيعوا الدخول عليه بمثابة ويعتبروه زي ال Password عشان يدخل على محاضرتك الآن بعد ما انتهينا من طريقة إعطاء الطلاب لل Password راح نسكر الClass Setting ونرجع للكلاس هون نفسه هون الآن نيجي لموضوع الClassworks نيجي لموضوع الClassworks هنا وهو الأهم لاحظوا أنه هنا بإمكانك تنشئ إما Assignment أو تنشئ Question أو تنشئ Topic بحيث إنك تنظم لك عمل المواد اللي عندك نضغط على زر Create أو إنشاء لاحظ في عندك Assignment أو Question أو Material بحيث إنك تقسم المادة مثلا مادة الفيرس، مادة السيكند، مادة الفاينل وبإمكانك الآن تنشئ Topic بحيث إنك تفصل مواضيع معينة عن بعض داخل الAssignment خلينا نختار الخيار الأول Assignment ونشوف شو ممكن يعطيني خيارات هيا عندي الآن Assignment لاحظوا أنه هنا Title مثلا Assignment 1 لاحظوا Instructions تكتب التعليمات للطلاب مثلا إجابة عن جميع الأسئلة مثلا أو تحميل ملفات المرفقة أو أي تعليمات بحاجة تكتبها هنا كنص لسؤال أو نص للAssignment نفسه هنا بإمكانك تحدد العلامات الموجودة على l-Assignment إمكانك تحدده Ungraded بدون علامات إمكانك تحدد علامات هون عندك من 100 مثلا نحدد خمس علامات للAssignment بالنسبة للDue Date اللي هو الوقت اللي يجب أن يسلموه فيه بإمكانك تحدد الوقت اللي بدك إياه بأي تاريخ بأي وقت و بأي ساعة إنه ينتهي تسليم هذا الواجب والطلاب اللي بيسلموا بعد هذا التاريخ رأي يتبرد تسليم تبعهم Late الآن رح تحدد Due Date إذا بدك من هون مثلا خلينا نختار كزي هيك والTime بتقدر تحدده خلينا نختار ديو Date 21 نوفمبر إذا كنت منشئ توبك من قبل بإمكانك ترفق هذا البوست مع توبك معين وبتختار توبك من هاي الخيار لاحظة الآن أنت هون كتبت ال Instructions تعت الواجب بإمكانك أيضا نفس الخيارات لما تنشئ منشور أنك ترفق معاها مثلا ملف PDF أو ملف Word أو ملف PowerPoint أو اللي هو ملف الأسسايمنت نفسه اللي أنت منشئه عندك على الكمبيوتر وترفقه هون عن طريق ال Attachments زي ما شايفين بالأزرار اللي عندي هون يمكنك أيضا ترفق لهم فيديو أو مندرايف أو رابط معين كل هاي الخيارات بتحلك إياها البرنامج ترفقها مع الأسسايمنت مجرد ما أنت عملت الأسايمنت وعملت الآن أساين رح الآن يتم تحديده أو يتم إنشاؤه لجميع الطلاب وبالتالي هاي أسايمنت 1 Due Date 21 نوفمبر وهي التاريخ والساعة اللي أنت إنشأت فيها الأسايمنت وبالتالي الآن ظهر عن جميع الطلاب عن طريق Notification على تلفناتهم الخيلوية أنه المدرس قام بإضافة Assignment 1 لكم و Due Date تبعه 21 حتى مع اقتراب وقت Due Date قبل Due Date بيومين أو ثلاث بيعطيهم Notification أنه بقي يومين على تسليم الواجب للتذكير والطلاب أنهم يسلموا الواجب للأشخاص اللي ما سلموا الواجب لاحظ لو رجعت لنا على الستريم رح تلاحظ أنه Assignment نزل عندك هون مباشرة مع المنشورات لهم لاحظ أنه الأقدم بينزل لتهات والأحدث بيطلع لفوق طبعاً جميع الطلاب بإمكانهم نضيفه Class Comment على الواجب أو على المنشورات الموجودة هون بإمكان المدرس أيضاً نرد على هاي Class Comment الآن نرجع لـ Class Work هنا نجرب الآن خيار لـ Question نعمل Create ونختار Question وبالتالي عندك هنا بتقدر تكتب صيغة السؤال اللي أنت بدك إياه بإمكانك السؤال يكون Short Answer أو بإمكانك السؤال يكون Multiple Choice تسأل الطلاب الموجودين عندك وكل شخص يجاوب حسب اللي هو شيء بناسبه تختار طبيعة السؤال اللي ما Short Answer Text بإمكانك يكتب لك خيار أنه يكتب Text Box أو Multiple Choice بحيث أنه يقدر يختار لك اللي هو الخيار من متعدد نحط الآن الـ Question مثلاً Test والـ Instructions إذا حابت تحط Instructions كم علامة مع هذا السؤال تقدر تحددها من 100 أو تعمل Ungraded إذا بتحط Due Date زي ما ذكرنا سابقاً أو تضيفه لـ Topic معينة وبالتالي الآن هون Options 1 Option 2 Option 3 هنا خيارات الإجابات اللي هي Answer 1, Answer 2, Answer 3 وبالتالي هون بتضيف جميع الإجابات عندك وبالتالي بتعمل Ask والآن يتم نشر هذا السؤال لجميع الطلاب على الـ Application موجودين عندك لو رجعت للـ Stream الآن راح تلاحظ أنه الـ Question أيضاً ندرج عندك هنا بقائمة الـ Stream لو كبست على Classwork راح يفصل لك فقط الـ Questions والAssignments مع بعض بالنسبة للـ People كون إحنا إنشأنا هذا الـ Class جديد راح يطلع لي الآن عند الـ People لو أحط عليه إنه No Student has been enrolled في هذا الـ Class إنه ما في عندي أي طالب منشأ أو منضم لهذه الـ Class كونه الـ Class جديد وما حدا أنضم له الآن بدي أسكر هذا الـ Classroom وأفتح على Classroom موجود عندي سابقاً أعمل عليه Sign In وأدخل فيه أورجيكم الآن كيف ممكن تعمل إدارة وكيف ممكن تكون Classroom فيها طلاب وكيف ممكن تكون المنشورات فيها لاحظة الآن على هاي الشاشة حسابي الرسمي على الـ Cloud Classroom موجود عندي عديد من المحاضرات عندي هون أربع محاضرات تقريباً على الـ Cloud Classroom موجودة هون بيمكن أن أضغط على أي وحدة من هاي المحاضرات على اسمها ويفتح لي إياها كونه أنشات أكثر من Class كمدرس وبالتالي طلعت عندي الآن هون لاحظوا أنه على الـ Stream ظهرت جميع المنشورات اللي قمت بنشرها سابقاً للطلاب مع الـ Comments اللي حطوها للطلاب مع الـ Homeworks مع الـ Questions اللي حطيته هون بالزبط كل إشي بيظهر عندي هون بالـ Stream طبعاً من الأقدم إلى الأحدث أحدث إشي نزلته بيظهر هون في أعلى الشاشة على الـ Stream بإمكاني الآن أشارك إشي جديد مع الطلاب عن طريق اللي هو زر إضافة المنشور اللي هون لاحظوا أنه في عندك خيار اسمه Reuse Post إذا كنت عندك إنت أكثر من Classroom مع بعض بإمكانك تستعمل هذا الزر إنك تستحضر Post أو تجي لبوست أو إشي نزلته منشور على Classroom آخر تجيبه عندك هون على اللي هو الـ Classroom موجود عندك هون عن طريق الزر Reuse Post بتكبس عليه كبسة واحدة بيطلع لك هون جميع المنشورات اللي نشرتها سابقاً بتكبس كبسة واحدة عليها وكله ينزل عندك مباشرة على الـ Classroom كأنه بيعمل Copy مع الـ Attachment مع كل إشي حطيته على المنشور اللي عندك الآن رح نروح على Classwork هون ولاحظوا أنا عامل هون بعض الـ Topics مثلاً واجبات الـ First واجبات الـ Second عامل 2 Topics وحطت في كل وحدة واجبات معينة وكل واحدة Due Date معين ولاحظوا هون عندي Question حطوا هون بدون Topic تطالع هون فوق لوحده بالنسبة للـ Questions الموجودين عندي هون لاحظوا الآن بالنسبة للـ People بيظهر لك الآن جميع الطلاب المسجلين عندي في هذا الـ Classroom لاحظوا بأسماء الـ Gmail تبعهم بيظهر عندك اسم الطالب الموجودين هون بيمكنك الآن تضغط على أي اسم طالب بالدكية وبالتالي بيعطيك كل الملخص عنه وإيش سلم عندك بالضبط لو نكبس كبسة واحدة هون رح يطلع لك الآن بالنسبة للواجب الأول أو هذا السؤال ما تجاوب عليه هذا الواجب ميسنج هذا الواجب جاب 9 من 10 10 من 10 8 و 10 من 10 بيطلع لك كل السجل تاع الطالب داخل المحاضرة اللي عندك نرجع باك والآن بالنسبة للـ Management أكثر بإمكانك الآن ترسل إيميل للطلاب تكبسها مثلا على اسم الطالب بتعمله إيميل على طريق زر الإيميل أنه ترسل إيميل خاص لهذا الطالب هاي بالنسبة لأحد الخيارات البتيحة على البرنامج وأيضا بإمكانك الآن تعمل invite أو تعمل دعوة للطلاب عن طريق زر invite student هنا بيوصلوا دعوة على الإيميل تبعه أنه يشترك بالكلاسروم تبعتك يمكنك تعمل invite لتيتشر هنا عن طريق الزر هاي اللي هون أنه تعمل دعوة لأحد المدرسين أنه يصير معك منجر على هاي الكلاسروم يقدر يصلح الواجبات ويعطيه علامات essence دعنا نرى كيف ممكن نحصل على علامات الواجبات مثلاً على سبيل المثال وكيف ممكن نصلح هذه الواجبات الان سنذهب الى الواجبات مثلاً على واحد من هذه الواجبات على سبيل المثال هذه الواجب التدريب الى المختبر الرابع على سبيل المثال سننكبس عليه هنا ويظهر لك انه Turned In هنا zero انه لا حدا سلم لغاية الان او لا حدا مسلم على واجب ولسه ما صلحته Assigned 31 انه تم تعيين الواجب ل31 طالب Graded ثمانية ان انا صلحت الواجب لثمان طلال لاحظ ان انا افتحلك على احد الواجبات اللي صلحتها مثلاً هاي ال Graded مثلاً هاي الطالب سلمني الواجب بكبسها كبسة واحدة على الواجب رح يفتح ليها بنافثة جديدة وهي اسم الطالب عندي هون وهي علامته اللي حطت ليها بالواجب رح يطلع لجميع ال Attachments اللي قام بارفاقها الطالب على شكل صورة او على شكل فايلز او كل اشي اعمله attachment اللحظة هاي الصورة طلات عندي هون واضحة بإمكاني الان اصلح الواجب الموجود عندي هون واتأكد من الحل وبعد ما اخلص هون رح في عندك خيار انك تحط grade هون علامة وبإمكانك ترسل private comment للطالب وتعمل post بحيث يوصل لكومنت للطالب او تعليق او اللي هو تعليقك على الواجب مثلاً او في عنده شغلة غلط او في عنده شغلة مثلاً لازم يعدلها او يعملها بإمكانك تكتبها as private comment توصل للطالب واحده فقط ما توصل لباقي الكلاسروم بالنسبة للقريد هون تقدر تعدلها باي وقت بتعمل return على الزر الموجود عندك هون وبالتالي توصل العلامة مباشرة as notification على التلفون عنده من التطبيق انه تم تصليح الواجب وحصلت على علامة كذا في هذا الواجب كل الattachment وسجل العلامات يخزن تلقائياً على الgoogle drive تبع المدرس وبيقدر يرجع له باي وقت عن طريق البرنامج نفسه الآن نسكر هذا الواجب الآن لاحظوا هنا في كبسة واحدة اللي هو الزر sitting هون عند الhome work تعمل عليها كبسة واحدة ومنعمل copy all grades to google sheet بحيث انه يعطيني ملخص علامات كامل لكل الشعبة بجميع الواجبات مع الأفرج وبعض الملخصات الإحصائية بكبسة زر واحدة لاحظوا خيار كثير رائع موجود بالبرنامج بقدر يستعمل المدرس لاحظوا هون اعطاني جميع اسماء الطلاب اعطاني اليميلز تبعاتهم اعطاني أفرج الشعبة كاملة 91.95% اعطاك الواجبات اللي انت حطيتهم 1-2-3-4-5 هون بالكولومز موجودين عندك هون أفرج كل واجب من 10 او من 100 بحسب انت علامة كنت حاطة وعلامة كل طالب بكل واجب لاحظوا الفراغات هون المعند ان هاي الطلاب ما سلموا العلامات او عفوا ما سلموا الواجبات اللي موجودة عندك هون فما لهم علامة فظلت العلامة فراغ لاحظوا هاي الكبست الزر واحدة بتعطيك كل هاي المعلومات مع الملخصات الإحصائية ومدعومة من جوجل بإمكانك تنزلها as excel file وتعتمدها عشان ترصد العلامات عندك بالنظام التقليدي بتقدر تعمل file وبتعمل download as microsoft excel وبينزل عندك as ملف excel على جهازك الكمبيوتر بتقدر الان تراجع وتحسب العلامات وترصدهم عندك بالشكل الطبيعي لاحظوا هاي خيار كثير ممتاز من جوجل classroom وبعطيك ملخص إحصائي لجميع الواجبات في الكورس اللي انت حاطهم الان بالنسبة للpanel اللي عندك هون كيف تنقل بين الكورس ففي عندك هون الثلاث خيارات او الميني هون الثلاث شحطات نكبس عليها كبسة واحدة بيطلع لك هون كل اللي انت عندك تقدر تنقل بناتهم بحرية بتكبس مثلا كبسة واحدة هون بينقلك على classroom اللي انت اللي بدك هيالي هون او اي classroom اللي انت عاملهم هون بيمكنك تضغط على الزر المهم الهون اللي اسمه to do list to do list هون بيعرض لك جميع الواجبات اللي موجود في جميع الكلاسز اللي عندك وكم واحد انت عندك ما صلحت وما عطته علامات لاحظوا انه عندي هون مثلا لما يعطيك turned in zero معانته ما فيه ولا واحد سلم وانت مش مسلحه assign معانته في ظل 15 شخص مش مسلمينه وgraded 60 معانته انا صلحت 60 واجب من اصل 75 لاحظوا هون مثلا عندي turned in في عندي اربعة هون في اربعة مسلمين هون ففي عندي هون اربع واجبات بحاجة للتصليح باجب اشيك هون كمان مرة ما في اي اشي مسلمينه الان طلاب فقط في هاي الواجب في عندي هون اربعة مش مسلمين اربعة مسلمين على مااتوا مش مسلحين بك بس على كبسة واحدة رح يفتح لك هذا التطبيق ولاحظة عندك هون اربعة سلموا السؤال جاوبوا على السؤال كنت عامل سؤال multiple choice عن مدى استفادة الطلاب من التطبيق في دراست المادة وهي عندي ثلاث خيارات لاحظ انه جميع مجاوب ممتاز وهي عندي هون العلامات بانتظار اعطاهم علامات على سبيل المثال رح اضع علامة هون علامة 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 لما ادخلت جميع العلامات شوفت جميع اجاباتهم بعمل الان return وبعمل الان كاميرا return هون وبالتالي الان قام بارسال العلامات لجميع الاربع طلاب اللي صلحت لهم الان وحط لهم العلامة واحد عندي على التطبيق نرجع على the do list لاحظوا انه هون بترجع على the do list الان turned in هنا كانت كانت اربعة وصارت سفر بالتالي انا بفتع هاي القائمة عشان اشيك شوفي واجبات وصلتني وما صلحتها كلها بتبين عندي بهاي القائمة تاعت وامكانك تكبس عليها هون مباشرة ويطلع لك الواجب وتصلح عندك بشكل مباشر على cloud classroom اخر ملاحظة حابين نحكيها انه بالنسبة للكلاسروم انه كل الملفات اللي انت بترفقها هون وكل الملفات اللي بسلموها الطلاب بتاعت الواجبات كل اشي بتستعمله داخل الكلاسروم مخزن على اشي اسمه google drive او على الدرايف تبعك اللي انت عملت فيه sign in او gmail تاعت teacher وبالتالي ما في اشي ممكن يروح منك الا اذا انت قمت بحثه شخصية من ال google drive فلاحظة هون عندي كل الكلاس تظهر عندك في القائمة الرئيسية وكل الكلاس بيطلع لك كم طالب مسجل فيها وبإمكانك انت تستطلع اي اشي بدك اياه من اللي ذكرتهم سابقا من ناحية classwork او من ناحية stream او من ناحية people وتشوف اداء كل طالب على حدة او تستعرض ملخص احصائي للعلامات عن طريق اللي هو زر الكبسة تاعت ال setting بالخيار تاعة ال classrooms ننتهي الان الشرح هنا وبإمكان الان نرفق فيديوهات اخرى لميزات اضافية اخرى اللي هو تنتج تقريبا مع تحديث التطبيق كل فترة وفترة بيحدثوا تطبيق بيضيفوا ميزات اخرى فان شاء الله راح نكون على تواصل معكم ورح ننزل جميع الفيديوهات جميع الميزات الجديدة للكلاود كلاسروم وممكنكم ان تستفيدوا منها طبعا لاحظوا ان هاي الشاشة انا فاتحها على الكمبيوتر الان بإمكانك تفتح نفس التطبيق وبنفس الجيميل لكن على الموبايل طبعا بيحطيك خيارات شوي محدودة مش نفس الكمبيوتر لكن بتقدر تعمل management بتقدر تعمل تصليح بتقدر تعمل ارسال علامات ونشر اي منشور بالذكية عن طريق الموبايل بنفس الطريقة اللي نشرنا فيها هون من الكمبيوتر وبالتالي الاشي بسهل عليك انك تشتغل على الكمبيوتر على اللابتوب الواجبات اللي سلموك اياها الطلاب وتصلح العلامات في اي وقت عن طريق موبايلك وترسل العلامات ايضا وكلها تخزن تلقائيا على الموجود عندك في الجوجل درايف مع ملاحظة بسيطة انه بعض الاحيان اذا احد الطلاب اعطاك تعليق او اعطاك سلملك واجب قد يصلك اشعار على الموبايل عندك حسب اختيارك انت ممكن تعطل الاشعارات او تفعل الاشعارات انه في مثلا تعليق جديد على المحاضرة او في واحد سلم الواجب او في واحد مثلا طلب منك اشي معين من الطلاب كله بيوصلك عشكل اشعار من التطبيق وبتقدر الان تعمله منجمنت عن طريق اللي هو الموبايل فقط بنتهي بالشرح هنا ويعطيكو الف عافية جميعا اي سفسار برحب فيه واهلا وسهلا بالجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة